موسيقى أهلاً وسهلاً بكم في حلقة هذا الأسبوع من كيبورد ونبدأها بأبرز العناوين موسيقى هاشتاغ المهرى مدينة من كوبا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى أقدم متحف في الصين يقتني لوحة فنية لفنان يمني موسيقى وضيفت فقرة الاستضافة الطفلة المبدعة سيدرا موسيقى مرحباً لكم أعلنت السلطات اليمنية محافظة المهرى التي تعرضت لإحصار لبان المداري منطقة من كوبا كما دعت المنظمات إلى إغاثة أبناء المحافظة في أسرع وقت ممكن ناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الموضوع من خلال هاشتاغ بعنوان المهرى مدينة من كوبا وإحصار لبان نشوف هذا التفاعل موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكتب عنها ناشط مواقع التواصل الاجتماعي نشوف منشور للناشط عباس السعيدي الذي يقول في منشوره نامي يا صغيرة لعل الحرب تخجل نامي لعلها من هذا المنظر ترحل رفقا يا حرب بنا فنحن أتينا بك كي نكون بحال أفضل لا أن متجوعا أو علينا أحد يتفضل وصورة أخرى أيضا انتشرت لعسكري مرور يقوم بإيقاف المخالفين ومعاقبتهم ولكن بطريقة غريبة وجديدة نشوف منشور للناشط محمد مهيوب المرفق بالصور قال محمد أن ناس جيع والوضع لا يسمح بعقوبة مخالفات مالية ضرب اليد وبقص الأذن هي الطرق المناسبة هذه الأيام منشور آخر لحسين السهومي يقول فيه حتى المرور من الغلا ما عاد يطلب ظلط ولا قات ولا شيء ولا يفعل مخالفات خلعتين ولا قرصة أذن بس وتوكل على الله فعلا انشروا البلية ما يضحك وفي الاستجرام وتحديدا في صفحة يمن فانز صورة انتشرت لورقة تم تعليقها في إحدى العمارات نشاهد المكتوب عليها والمنشور قالوا في المنشور صاحب عمارة في التعز تحديدا يشتي إيجار من المستجرين عنده مبلغ 500 ريال سعودي يعني 100 ألف ريال يمني يشتي سعودي ما عاد يشتي يمني أضاف أيضا بقول لكم حاجة على افتراض هؤلاء المستجرين الموظفين ويستلموا رواتب لأن تعز تحت سيطرة الشرعية ويسلموا فيها رواتب وكل المهن فيها كمان فمتوسط راتب الموظف 70 ألف ريال يمني والإيجار 100 ألف إيش بيسوي بال70 ألف ما يقدر يدفع فيها الإيجار ولا يقدر يجيب أي شيء من ضروريات الحياة تخيلوا معي كيف الواحد يمكن يعيش بهكذا الظروف وكيف العيشة وإلى تعز ومشهد مؤثر في حفلة عرس لأحد أصدقاء الشهيد محمد الطاهري نشوف منشور أصيل سويد أصيل قال في منشوره بلحظة توقفت الأغاني والموسيقى وذرف جميع من في خيمة العرس دموعهم أمو الشهيد محمد القناص فاجأت صديق ابنها المقرب محمد الشميري بحضور عرسه وبيدها عقد من الفل ألبسته للعريس والذي كان الشهيد قد وعد صديقه قبل موته لأنه سيقيم له أجمل عرس ويقف معه ويسانده في يوم زفافه لكن أعداء الحياة قتلوا محمد الطاهري قبل العرس بأيام قليلة قتلوا الفرحة وتم تأجيل العرس لعدة أسابيع بسبب حزنه على صديقه المقرب وتم إلغاء عرسه لكن أم الشهيد أصرت على أن تتم فرحته وتكتمل بأجمل صورة لا يمكن لأحد أن يصف ألم فقدان الأم لابنها أبدا رحمة الله تغشاك يا محمد القناص ولعنة الله على قاتلك وألف مبروك للغاري محمد الشميري وبمناسبة اليوم العالمي للغذاء العالمي تداول ناشطون صورة نشرها برنامج الغذاء العالمي لمجموعة أطفال يتوسطهم صحن فول كتب على الصورة أدى الصراع في اليمن إلى ارتفاع تكلفة طبق بسيط من الفول تتعد 62 دولار وعلق البعض أن هذا استغلال المنظمة الدولية للحرب في اليمن نشوف منشور أحد الناشطين معلقا على الموضوع وقال وليد أبلان برنامج الغذاء العالمي يحسب صحن الفول الصغير هذا ب62 دولار بما يعادل 45 ألف ريال المنظمات الأممية تتاجر بمعاناة اليمنيين وتستثمر الكوارث والمجاعة التي حلت في اليمن اقتنى متحف الفن الوطني الصيني لوحة فنية رسمها الفنان اليمني ردفان المحمد وذلك بعد عام من فوزه بتلك اللوحة كأفضل فنان تشكيلي عربي في العالم وتجسد اللوحة المسمى اليمن الصعيد وجها لشخصية يمنية مسنة ترتدي الزي اليمني بينما تظهر في الصورة آثار خراب ودمار طال المنازل في إشارة إلى الوضع الذي تعيشه اليمن منذ ثلاث سنوات جراء الحرب والدمار وإلى التكنولوجيا وأخبارها والبداية من ماسنجر الذي قد يتمكن مستخدمه قريبا من التراجع عن إرسال رسالة بعد إرسالها وبحسب موقع سينة التقني تعمل فيسبوك مالكة ماسنجر على نموذج أولي لميزة أنسيند بعدما سبقا قالت الشركة في إبريل أنها ستضيف هذه الميزة وفي الوقت الحالي عندما يحذف المستخدمون شيئا أرسلوه على ماسنجر فإنه يختفي فقط من البريد الوارد الخاص بهم ولا يزال بإمكان المستلم رؤية الرسالة بينما ستسمح ميزة إلغاء الإرسال للمستخدمين بسحب رسائلهم من البريد الوارد من الجهتين أما شركة يوتيوب فقد تمكنت من حل العطل التقني الذي طرأ على موقعها بعد ساعة ونصف من إبلاغ المستخدمين أنهم عاجزون عن دخول الموقع العطل الذي طرأ على الموقع في مختلف أنحاء العالم منع المستخدمين من مشاهدة مقاطع الفيديو أو تحميل مقاطع جديدة وقد أتدى هذا العطل الفني الذي لم تشرح يوتيوب أسبابه إلى غضب المستخدمين الذين غردوا على موقع تويتر متسائلين إن كان العطل الفنيا أم أن الموقع تعرض للقرصنة لكن يبدو أن المشكلة كانت تقنية وقد حلت بشكل سريع ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت خلال الأسبوع نبدأها بمقطع قام بتصويره أحد الشباب نشوفه مع بعض تصورت في عيني أجل تصورا ونصفك ياقوتا وصفك جوهرا وصفك من مسكن وصفك عنبرا وأنت شبيه الدر بل أنت أزهرا وما ولدت حوامث لك واحدا ولا في جنان الخلج مثلك آخر فإن شئت تعذي بي فمن سنن الهوى وأنت شئت عن تعفو فأنت مخيرا في زينة الدنيا ويا غاية المنى ومن ذا الذي عن حصر وجهك يصبر والذا الألف لا تتأخر لا تتأخر نبت الشعر صح نبت الشعر ومعين موهبة حمالة جدول يعني أشتغي على طاو متا تقول الشعر متا تقول الشعر تأبتنا صح من متا تقول الشعر من يوم جننت من بداية جنات ما أنش مجرون ما من الأول ما كنت عاقل أين مجرونان؟ لأني جنان جنان يخري لك ولا عاقل حنبك يعني ضيق نفسي بس بطبحاك واصل أين ضيق نفسي؟ فلان لي ضيق النفسي؟ فلان لي بنهم؟ أصلي من يوم كنت عاقل ما لكنت يضحك أنا من يوم بيت جنبك وأنت بتضحك تضحك يعني ما لحن في يمنيين تابعونك كثير سحب ترمين تدريلهم دعوة ولا يشغلون؟ نسمع الآن أغنية أنا بطباق قلبي للفنان محمد فريد بمشاركة والده الفنان فريد حسام أنا بطباق قلبي وبسمع علي في الناس تدريلهم دولوني المحبة لها مكياس أنا بطبع قلبي وبسمع علي في الناس تدريلهم دولوني المحبة لها مكياس تدريلهم دولوني المحبة لها مكياس وحبوا محبة من زمان الصباح وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفتنا اليوم ضيفة متميزة سيدرا طفلة لا تتجاوز السبع سنوات موهبتها دبلاج أفلام الكرتون بصوتها وبأسلوب شيء تميزت به ولنتعرف أكثر على سيدرا نرحب بها معنا اليوم سيدرا أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في برنامج كيبورد أنا سيدرا السلام عليكم وأني أفعل فيديوز مع الصوت حقي جميل جدا سيدرا سيدرا كم عمرك؟ 9 وفين عايشة؟ UK كم معك إخوة؟ معي أم واحد أم سستا وتو بردرز جميل طيب قد زورت اليمن من قبل؟ لا طيب تتمنى تروح اليمن؟ أم شتي روح اليمن كل اليوم إن شاء الله نروح مع بعض طيب إش أكثر حاجة سمعتها عن اليمن وحبيتها؟ حقه هم البيتش عشان شكله حلوة كميل طيب تحبي الأكل اليمني؟ ماما تطبخ لك أكل يمني في البيت؟ وأكثر أكل تحبيها؟ ماما؟ آه إش أكثر أكل تحبيها؟ إش إسمو؟ هدي بوكينو هذا كل واحد آحسيد عصيد؟ اتفقنا بهادي كمان أتفق معك طيب؟ شوفي يا سيدرا إحنا شفناك فيديوهات جميلة في الإنستجرام كانت عبارة عن أفلام كرتون كنت تسجلي فيها صوتك تحولي الموضوع اللي فيها طيب ايش رأيك تشرحي لنا بالضبط ايش اللي تعمليه افعل فقال وافعل صوتي فوقه جميل وكيف بدأتي بهذا العمل كيف بدأتي كيف بدأت ايش اللي تعمل ايش اللي تعمل مع هذي العاتف حقه للسستة شعفني فعلت الفيديو وفيديو طيب من ساعدك وشجعك على هذا العمل امي وابي تساعدك تعملك قص للفيديوهات وتختار لك الفيديوهات ماما؟ أنا بعض الوقت أمي أمي داشر الفيديوهات أنني دقلي داشت هذي والهذي لأنني بيكو يعني أنت بالنهاية اللي تختاري؟ إيه جميل، إيش اسم البرنامج اللي تستخدمي عشان تسجيلي صوتك؟ بس قولي مكلج مكلج جميل طيب، السيدرة إيش رايك؟ نروح نشوف واحد من المقاطع منتقاسة تسجيلي فيها بعدها نريد أن نتكلم مع بعض إيش رايك؟ يلا كيف أفعل صوتك؟ نعم 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 اشتركوا في القناة